اشتركوا في القناة وقال المقدشي ان اغلب المحررين اختطفتهم الميليشيات من منازلهم واعمالهم وجدد الوزير العهد باعادة الحرية والكرامة لكل ابناء اليمن وتمت يوميا الخميس والجمعة اكبر عملية تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة والميليشيات وفق اتفاق وقعه الطرفان نهاية الشهر الماضي كشف عضو لن الحكومية المختصة بملف الاسرى ماجد فضائل عن جولة قادمة من المفاوضات في ملف الاسرى والمختطفين بين الحكومة وميليشيات الحوثي ستنعقد نهاية العام الجاري لمناقشة بقية الاسرى والمختطفين ونقلت وكالة فرانس براس عن فضائل القول ان الصفقة القادمة ستشمل اربع من قيادات الدولة المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي 22-16 وهم العميد ناصر منصور هادي شقيق الرئيس الى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والعميد فيصر رجب والسياسي محمد قحطان رحب الامين العام للأمم المتحدة انطوليو غترش باتنام عملية تبادل المحتجزين في اليمن وقال انها دليل على امكانية تحقيق اختراق من خلال الحوار والتسوية واضح غترش في بيان اصدره المتحدث استيفان دوجاريك ان هذه خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق السوكهولم وهي اكبر عملية تبادل الاسرى منذ بداية النزاع وحث الامين العام طرفي الصراع لمواصلة السير على هذا الطريق في تعاملهما مع المبعوث الخاص بحسنية ودون شروط مسبقة لوضع اللمسات الاخيرة على الاعلان المشترك الذي يتألف من وقف اطلاق النار على صعيد الوطني والتدابير الاقتصادية والانسانية وكذلك استئناف عملية سياسية شاملة لانهاء الحرب دانى مجلس الامن الدولية التصعيد العسكري في مأرب والحديدة واستمرر الهجمات على السعودية مشددا على ضرورة وقف التصعيد في جميع انحاء اليمن ووقف اطلاق النار وقال اعضاء مجلس الامن في بيان ان الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن وحث اعضاء مجلس الامن طرفي الصراع على الموافقة على وجه السرعة على مقترحات الاعلان المشترك الذي قدمته الامم المتحدة دون تأخير من اجل تحقيق سلام شامل ومستدام ودعو الى الاستيناف السريع للمحدثات بين الطرفين في ظل المشاركة الكاملة مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للامم المتحدة دعت منظمة الافو الدولية الى الغاء احكام الاعدام بحق الصحفيين في سجون الحوثيين واطلاق سراحهم وجميع المختطفين وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بتويتر ان قرار الافراج عن الصحفيين اليمنيين وغيرهم من المحتجزين في اطار اتفاقية استوكولم برعاية الامم المتحدة هو مؤشر ايجابي ودعت المنظمة الى الافراج فورا عن جميع الافراد الاخرين المحتجزين بسبب معتقداتهم النابعة من ضمائرهم او انشطتهم السلمية والى الغاء احكام الاعدام بحقهم اقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تصفية مواطن من ابناء محافظة اب بعد رفضه القتال في صفوفها بالاكراه وقالت مصادر حقوقية ان ميليشيا الحوثي بصنعه اختطفت المواطن مروان حمود علي الحدد من ابناء مديرية بعدان بمحافظة اب لرفضه القتال في صفوفها واشرت المصادر ان الميليشيات قامت بتعذيبه حتى الموت ولفتت الى وجود اثار خنق تظهر على جثته وتحاول الميليشيا اغلاق القضية من خلال محاولة اجبار اهله عن التنازل عن الحادثة اصيبها مدنيان بينهم امرأة اثر استباكات بمختلف انواع الاسلحة شنتهم ميليشيا الحوثي على الحياة السكنية جنوب مدينة حيس بالحديدة وافذت مصادر محلية ان فتاة تدعى زينب حسن دعب تعرضت لاصابة بشضايا مقذوف بي ام بي في ذرائها الايسر فيما اصيب الشاب محمد عبدو بدوي بطلق ناري ناية الموجز دمتم في راية الله اشتركوا في القناة